تسهيلات بل والدعم حقيقة أمر غير مفهوم خلينا أقول لك موقع بورسعيد أونلاين إنقاذ المصري محافظ بورسعيد يدعم خزينة النادي بمليوني جنيه ده محافظ بورسعيد ده في السنة الماضية محافظ الإسماعيلية كما ورد في الأهرام المسائي بيدعم مجلس الدرويش برضو الموسم الماضي في الأهرام محافظ الإسكندرية يدعم الاتحاد والأولمبي بربمائة ألف جنيه نهيك عن الدعم المعنوي والدائم بمعنى أن يخصص محافظة الإسماعيلية أستاذ الإسماعيلية للنادي الإسماعيل للتدرب واللعب عليه دون أموال يعني دون أي إيجار النادي الأهلي يدفع الأستاذ القاهرة إيجار أعتقد بضعة ملايين في السنة نظير استخدام أرض الملعب في المباريات لأنه ممنوع بقرار سيادي منه أن يلعب على الأرض وعنده ملعب وأعتقد المباريات بخمسين ألف جنيه إيجار بينما وده مش مطلوب يعني يعني إذا كنا نستنكف هذا على ما يحدث في القاهرة مع النادي الأهلي نحيي مثلاً محافظ بورسعيد أن يخصص أستاذ بورسعيد للنادي المصري مجاناً ويخصص محافظة الإسماعيلية أستاذ الإسماعيلية وكلها أستاذات مملكة للدولة عبر هذه المحافظات يخصص أستاذ الإسماعيلية للنادي الإسماعيلي وأستاذ الإسكندرية لنادي الاتحاد هذه الأندية الشعبية عندما تلقى من محافظينها كل هذا الدعم والتدعيم والمسندة وتخصيص حتى أراضي الملاعب مجاناً في الوقت الذي يعامل فيه النادي الأهلي في القاهرة هذه المعاملة بص في نقطتين مهمة جداً بدايةً قد يكون من العدم العدالة تحميل سيد المحافظ الحالي عبد القوي خليفة مسؤولة ما يحدث الآن محافظ القاهرة حتى حينه محافظ القاهرة حتى اللحظة لا معلش بس هو المحافظ الجديد اللي جيه بعد وزير بعد عبد العظيم وزير بعد عبد العظيم وزير لأن القضية دي انفجرت في آخر أيام أو آخر قرار اللي كان عبد العظيم وزير هو كان موضوع الحاجز على النادي الأهلي ورفع القضية دي فالرجل جيه لا إجراء وبرضو عبد العظيم وزير العضو البارس بلجنة السياسات بالحزب الوصف خلينا بس يعني أنا معاك ما هي كلها هتلاقي خيط بيربطه لكن أنا مش عايز أحمل المحافظ الحالي إلا الجزئية اللي حقول لك عليها دي واللي هي عجباني جدا أكتر من الفلوس والدعم وبتاع في المحافظات المختلفة بورسعيد والإسماعيلية والأسكندرية تحديدا أنهم بيتعاملوا مع الأندية الشعبية عندهم من منظور سياسي عالي قوي ففيه اهتمام دائم يعني ما أن تحدث أزمة حتى تجد المحافظ يجتمع بمجلس الإدارة المحافظ يجتمع بحكماء النادي المحافظ يجتمع بقيادات شعبية المحافظ يجتمع بقيادات جامهرية شايل شايل هم النادي حيقدر يدعمه اللي هذا موضوع تاني وإحنا مش طالبين دعم المحافظ كل اللي طالبين هو عدم المضايق واخد بالك فلما نجد أنه في محافظة القاهرة أيضا نادي الجزيرة بيرفع أضية وبيكسبها وطبق أرض نادي الجزيرة ملكه ونروح المحكمة نحط هذا الحكم نقول ما احنا رفعين نفس الأضية وبعد ذلك لما نجد أن النادي الإسماعيلي بمجرد ما تحجز على أمواله ما خديتش تلات أربع تيام ومن مناشدة في برنامج زميل للسيد المحافظة والمسؤولين يصدر قرار بالإفراج عشان نادي الإسماعيلي بالإفراج عن الحجز من البنوك عشان الإسماعيلي يقدروا سير أعماله يوم ييجي النهاردة نادي الآله في هذا التوقيت من الموسم اللي فيه تعاقدات وفيه حقوق وفيه ناس لعيبة بتمشي اللي بتاخد فلوسة وفيه 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 يتحط تحت الحجز لأكتر من شهر النهاردة ليه هو يعني تصرف مش مريب وبعدين تصرف مفضوح وواضح لم نسمع حتى الآن هو ده اللي نواخده بقى والذي أرجو أن يتقدركم سيادة المحافظ لكن يبدو أنه بيعمل مع دولاب عمل هو اللي واخد هذه القرارات مع المحافظ عبد العظيم مزير ولذلك أنا أحمله هذه المسؤولية لكن إذا وصلوا هذا الكلام دلوقتي لازم يفكر لماذا لم يحدث أي اجتماع مع النادي الأهل النادي الأهل أكبر الأندية شعبية أكثرها تأثيرا في الحياة الرياضية المصرية عنده أزمات بسبب المحافظة ولا يكتمع مسؤول بحجم المحافظة يقول لهم أنتم ملكوا فين أوجعكم طب نقدر نتعاون إزاي يعني حتى لو كانت يدك مغلولة قانونيا يعني شوف هنوصل لحد فين لماذا لا تبدي لا تبدي اهتماما بهذه الأزمة لماذا لماذا يبقى ده طلب لازم يتقدم بين نادي الأهل يعني لماذا لا تستدع فورا أو عمل لجنة عليا لبحث هذا الأمر وتسويته في أسرع وقت لماذا هو دي بقى اللي أنا أطالب السيد المحافظة عبد القوي خليفة لأنه هو ده دور اللي أنا أنتظروا منه بإذن الله والذي أعتقد أنه لو فيه جنبه ناس استشاريين بيحبوا هذا البلد أنه يتكلموا معاه فيه ويقولوله يا فندم تعال نوع مع المسؤول النادي الأهل نسوي هذه الأمور أما ترك الأمور هكذا والفرجة تصل إلى حد الشماتة أنا 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 مش مش فهمها أنا مش فهمها صعب على الفهم لأ حتى لو كانت مقصودة يعني هنحولها بقى الانتماءات ومبتاع ولا إن النجاح الأهلي وتأثيره يعني عامل مش عارف يعني يعني احنا بنقول إن النادي الأهلي لو طرح فكرة مين يستضفني ويديني إيه كان عشرات المحافظين تهفتوا على تعالي عندنا وإحنا اللي أنت عايزوا عن الدهول صحيح إنما يبقى في القاهرة ينمي القاهرة ينمي مدينة ناصر ينمي ستة اكتوبة ينمي أي مكان يذهب إليه ومزار السياحي الرياضي الأبرز في مصر ده زمان مرسى مطروح اتعرفت بمعسكر نادي الأهلي صحيح يعني النهاردة لما جاء محافظ مرسى مطروح عشان حتى يعيد تخطيط كان معني جدا منحفاظ على ما كان يستدعي النادي الأهلي يقول له تعالوا نشوف نعمل إيه والتاريخ والجزء بتاع النادي الأهلي يبقى كما هو بس نغير شكله بعض الشيء ونتيجة هذا ما زال معسكر نادي الأهلي موجود في مرسى مطروح كمعلم كمعلم مهم وتاريخ هكذا يهتم المحافظون السياسيون بنادي بحجم النادي الأهلي يعني أتمنى أن أرى هذا الاهتمام مش أكثر من كده أتمنى أن نرى هذا الاهتمام وأتمنى بعد الفاصل نشوف حضراتكم على 9205 زي ما قلتلك إحنا عندنا